الله أكبر الله أكبر الحمد لله بحمده تتم الصالحات وتفيض وبشكره تكثر النعم وتزيد وبفضله تتنزل الرحمات على العبيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان ولا شيء معه ويبقى ولا شيء معه إذا أراد أن يجمع شيئا جمعه وإذا أراد أن يحفظ شيئا لا يقدر مخلوق أن يضيعه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله سيدي يا رسول الله إليك وإلا لا تشد النجائب وعنك وإلا فالمحدث كاذب وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي وللناس فيما يعشقون مذاهب الحمد لله الذي أتم علينا نعمة الصيام والقيام الحمد لله الذي أفاض علينا من أنواره وفتح لنا من خزاعٍ أسراره فجعلنا من العتقاء ورزقنا بفضله ورحمته ليلةً خيرٌ من ألف شهر فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قبل صيامهم وقبل قيامهم ورفع ليلة القدر أقدارهم وأعتق من النار رقابهم وجاء اليوم يوم الجائزة والعطاء الذي يحلو لأهل الفضل أن يسموه يوم جبر الخاطر يعفو الله فيه عن العباد فمن عفى عفى الله عنه ومن غفر غفر الله له ومن جبر خاطر الناس جبر الله خاطره جعل الله إشراقه أنوارا وجعله محطةً في رحلة قطعناها في شهرٍ كاملٍ صام نهاره من صام وقام ليله من قام وقلبنا عيوننا في ذكرٍ وقرآن فسالت دموعنا على المساجد وسالت دموعنا تأمُّلاً وتدبُّراً وحبَّاً وتخشُّعاً فأطعمنا الطعام فنظر إلينا ربنا ووصلنا الأرحام فرضي عنا ربنا وقامت لله الأقدام فاطلع علينا ربنا فقال اليوم قد تم لكم الصيام فاستريحوا في ضيافة العزيز العلام فقد أحللت لكم اليوم الشراب والطعام ففي ساح الكرام الممنوع حرام فمن نزل على الكريم أكرمه الله العظيم فاليوم يوم التكريم فهنيئًا لنا أمة القرآن هنيئًا لنا بتمام الصيام والقيام هنيئًا لنا برضى العزيز العلام وسلوا الله من فضله فالله كريمٌ يحبُّ أن يسأل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله من اتقاه وقاه ومن توكَّل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه وأشهد أن لا إله إلا الله أفاض من نوره على عبيده فأنزلهم بساحه فجبر خواطرهم ورفع أقدارهم وغفر زنوبهم وقال يا ملائكتي أشهدكم أني قد جعلت جزاءهم عن صومهم أني غفرت لهم ذنوبهم فاللهم اجعلنا منهم فمن عفى عفى الله عنه فتصافحوا وتسامحوا وصلوا أرحامكم وصلوا من قطع من الود وأديموا الصيام بالصيام وصلوا القيام بالقيام ولا تقطعوا العهد مع القرآن ومن أبدع ما قيل في العفو وبه الختام كن قابل العذر واغفر زلة الناس ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس فالله يكره جبارا يشاركه ويكره الله عبدا قلبه قاس هل لا تذكرت يوما أنت مدركه يوما ستخرج فيه كل أنفاس يوم الرحيل عن الدنيا وزهرتها يوم الوداع شديد البطش والباس ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس محرقة تدنو من الراس سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى رب مطعم كاس هيا تعالوا إلى فضل ومغفرة هيا تعالوا إلى بشر وإيناس أين الذين على الرحمن أجرهم من أبدع ما قرأت لإمامنا الشافعي أنه سُئل ما أفضل ما نتقرب به إلى الله قال أن يطلع الله في قلبك فلا يرى فيه سواه قال ما أفضل عمل نُؤجر عليه قال ما عُبِض الله بشيء أفضل من جبر الخاطر تهنئةٌ من على منبر الحبيب لهذا البلد الكريم قائداً وشعباً وجنداً ورجالاً نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الفرح والسرور أن يعمنا بفرحٍ يرفع به البلاء عن الدنيا كلها يوسع به على كل العباد يرحم به كل العباد يجبر به كل العباد اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا مولانا عمنا اكفنا ما أهمنا وما أغمنا توفَّنا وأنت راضٍ عنا اغفر اللهم لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا اجعل بلدنا أمناً أمانا سخاءً رخاءً دار عدلٍ وإيمان وسائر بلاد العالمين احفظها قائداً ورجالاً وجندا كل عامٍ أنتم بخير جمعنا الله وإياكم على خير وصلى الله وسلم وبارك على من علَّم الخير الخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومن توكَّل عليه كفاه ومن استعان به أعانه وقواه وأشهد أن لا إله إلا الله أفاض من نوره على عبيده فأنزلهم بساحه فجبر خواطرهم ورفع أقدارهم وغفر زنوبهم وقال يا ملائكتي أشهدكم أني قد جعلتُ جزاءهم عن صومهم أني غفرتُ لهم ذنوبهم فاللهم اجعلنا منهم فمن عفى عفى الله عنه فتصافحوا وتسامحوا وصلوا أرحامكم وصلوا من قطع من الودِّ وأديموا الصيام بالصيام وصلوا القيام بالقيام ولا تقطعوا العهد مع القرآن ومن أبدع ما قيل في العفو وبه الختام كن قابل العذر واغفر زلَّة الناس ولا تُطِع يا لبيبًا أمر وسواس فالله يكره جبَّارًا يُشارِكُه ويكره الله عبدًا قلبه قاسي هل لا تذكرت يوماً أنت مُدرِكُه يوماً ستُخرِجُ فيه كلَّ أنفاسي يوم الرحيل عن الدنيا وزهرتها يوم الوداع شديد البطش والباسي ويوم يبعثنا والأرض هائجة والشمس مُحرِقة تدنُو من الراس سيرسل الله أملاكًا مُناديَّة هيا تعالوا إلى ربٍّ مُطعِمٍ كاسي هيا تعالوا إلى فضلٍ ومغفرة هيا تعالوا إلى بشرٍ وإي ناسي أين الذين على الرحمن أجرُهم فلا يقومُ سوى العافِ عن الناس ومن أبدع ما قرأتُ لإمامنا الشافعي أنه سُئل ما أفضل ما نتقرَّبُ به إلى الله قال أن يطلع الله في قلبك فلا يرى فيه سوى قال ما أفضل عملٍ نُؤجر عليه قال ما عُبِض الله بشيءٍ أفضل من جبر الخاطر تهنئةٌ من على منبر الحبيب لهذا البلد الكريم قائداً وشعباً وجنداً ورجالاً نسأل الله تبارك وتعالى بهذا الفرح والسرور أن يعمَّنا بفرحٍ يرفع به البلاء عن الدنيا كلها يوسع به على كل العباد يرحم به كل العباد يجبر به كل العباد اللهم اغفِر لنا وارحمنا برحمتك الواسعة يا مولانا عمَّنا اكفِنا ما أهمَّنا وما أغمَّنا توفَّنا وأنت راضٍ عنا اغفِر اللهم لنا ولنا